اشتركوا في القناة 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 ونحقق الفوز هذه ليست إشارة أنه أنا مدريدي وكان مدريد لكن مع يوفنتوس الأمور تختلف كان فيه خسارة المباراة كانت باعتقادي أنه تأثر بها بشكل سلبية حتى كان فيه مبين لقطات الكاميرات كانت بعد المباراة بتتجه نحن رونالدو وكان عنده هكذا شوية فيه زعل داخلي لكن هاي كردة قدم مبروك للاتسيو مرة تانية هارد لك ليوفنتوس ومبروك أيضا للسعودية ولا الرياض استضافة هذا الحدث العالمي باعتقادي أنه هو نجحت فيه وإن شاء الله نكون فيه بقادم الأيام استضافات عربية أخرى لأحداث العالمية إن شاء الله بتعرف لاحظت إشياء حسام لاعبي يووي أسمائهم كانت مكتب بلغة العربية على التي شرط وهذه رسالة وأعتقد أنها أكبر دعاية للغة العربية نحن هذا الأشياء نحن نحاول نروجها بأفضل طريقة ممكنة فأنا عجبتني اللفتة هاي من هم يعني أعتقد أنه فيه شرط كان من هذه الاستضافة أن نكون أسماء لعبين يوفنتوس بلغة العربية رونالدو وديبالا فهي باعتقادي أفضل تسوق ممكن سوقناه في اللغة العربية نحن نعرف أنه مليون بحضرون مثل هيك مرة فباعتقادي أن هي كانت حركة جدا مميزة ويعني أصابوا فيها المنظمين في وضع لعبي وفنتوس بلغة العربية مية بالمية حسام شكرا كثير لإلك على هاي الأخبار الحلوة مبروك للأشخاص اللي فاس فريقهم اللي بشجعوا إذا كان فريقهم خسران لا هادي المرة إن شاء الله في المرات القادمة بيفرحوا ألبكم حسام نشوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله إن شاء الله موسيقى موسيقى